دكتور عمر انا هحط قدام حضرتك حالة بصد انا قريطه على فيسبوك من يومين بنتي بتقول او سيدة يعني بتقول انا متجاوزها بقالي 3 او 4 شهور ولكن انا عندي مشكلة كبيرة جدا جدا مع جوزي لان هو دلوقتي عايزني اسيب الشغل وانا باخد مرتب 17 الف جنيه وبصراحة مش عارف انا صعب علي ان انا تنازع عن الشغل ممكن اطلق اسهلي هل في الحالية دي الناس دي وناس متجاوزها مفيش من 3 او 4 شهور هل الناس في الحالة دي نقدر نقول ان هي ما تكلمتش مع بعض فترة الخطوبة او حصل خداع فترة الخطوبة هو في الحقيقة مش بس ما بيبقوش ما تكلموش مع بعض هو في الحقيقة كل واحد فيهم ما تكلموش في الصميم يعني في الحاجات المفيدة طبعا احنا لازم نقول ان في فترة الخطوبة ازاي ما احنا بنتحاول وزاي ما احنا بنتكلم وزاي ما بنحاول بقدر الامكان ان احنا نكرس ان احنا كل واحد فينا يحصل الميل العاطفي وهو ده المشكلة اللي هو التركيز على الميل العاطفي في فترة الخطوبة وان كل واحد فينا يشعل ندان الحب والعواطف في فترة الخطوبة هو ده بيبقى التركيز الكبير عند الطرفين وده محدش قال ان الزواج لا يبنى على الاعجاب ولا يبنى على المشاعر المحبة لكن في حلقات مهمة جدا جدا ان فترة الخطوبة دي هي فترة في الحقيقة فترة بينتقل بها الانسان عشان يستطيع انه يتخذ قرار اي انسان عايز يتخذ قرار اذا ما كانش بيدرس القرار ده هو بيقع في اخطاء فادح اللي حضرتك تكلمت عنه احنا لابد في فترة الخطوبة فيه امور لازم نتكلم عنها في فترة الخطوبة لازم نتكلم عن خطوط الحمرة ايه فكرة الخطوط الحمرة فيه حاجات ممنوع ان احنا تكون موجودة في الجواز يعني مثلا انا سبيه مثال ممنوع انا عندي شوية لقات سبع لقات كده لازم بان نتكلم عن ايه لا للعنف لا للمخدرات لا للعلاقات النسائية بالنسبة للرجال ولا للعلاقات غير المنضبطة بالنسبة للستات لا لتدخل الاهل لا لاي محاولة من محاولات انتهاك الخصوصية لا لا اخر لا من اللعاقات السابعة لا لي ان الاشياء تكون بتدار بغير حوار اللعاقات دي لازم تكون واضحة 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 بجلاء عدم موضوح هذه الاشياء بعض الناس بيقولوا هقول لحداك المشاعر بشوفها انا في مركز الارشاد الزوجي هي بتقول ايه خلينا ما اقولش اللعاقات دي في فترة الخطوبة عشان محدش يزعم التاني والموضوع يمشي خليها تيجي مع الوقت تيجي مع الوقت وخليه ما يحسش ان انا بتعنت او ايه ما تحسش ان انا بتعنت في اللي يحصل بعد شوية ييجي بقى النتيجة بعد كده يقول لها ايه ما انت جاوستيني على كده انت جاوستيني وانت عارفة ان انا متعدد العلاقات انت جاوستيني وانت عارفة ان انا باشرب مقدرات انت جاوستيني وانت عارفة ان انا ابن امي وانت عارف ان انا شخص اعتمادي اعتمادي لزا اقول لحضر انت انت عارف ان انا شخص اعتمادي فايه اللي حصل لأ احنا لازم نتكلم في ده من الاول ليه طيب لان هو في الحقيقة اذا نظلنا للخطوبة الخطوبة هي في الحقيقة ليست فيها اي نوع من انواع للاتزامات لا الاتزامات من طرف المخطوب ولا التزامات من طرف المخطوبة فهي فرصة في فترة عدم لالتزام الاننا珍abl بقول لك في الخطوبة في فترة عدم الالتزام يعني يكون هناك ادوار اخرى ايه هي ادوار الاخرى ان في الحقيقة انا بقول كده نضع اصول التوافق يعني فترة الخطوبة بتوضع اصول التوافق اللي منها معرفة الخطوطة حاملة العمر التاني معرفة ايه اللي هيحصل كيف سنبني البيت يعني كيف سنبني البيت يعني ايه هو القاعدة من قواعد بناء البيت الحوار ان احنا هنتحاور الامر التاني من قواعد البيت نحن احباب ولسنا اعداء يعني ايه لسنا احباب ولسنا اعداء يعني مش اي خلاف بيننا هيبدا رب بفكة بفلسفة الخصومة لا للخصومة مفيش خصومة طب واحدة بتبقى عارفة من فترة الخطوبة ان الشخص ده لدد يعني لما بيه خاصم اولا لما بيخاصم بيخاصم وبيخذف فترات طويلة او لما بيخاصم راجل عنده جدلي سخيف الجدلية طب ويه منتظر ايه لما تيجي تتجاوزه انه منتظر ان هو يبقى لطيف يعني ايه لأ مش هيدغير رادي عايزيد ان يعني طبعا طبعا ممكن يزيد جدا 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 يمكن هو عامل اعتبار لان لسه يعني حضراتك اللي بتكلم عنه بفترة بقى مسألت مسألة الحالة اللي حضراتك تكلمتها هي حالة مش حالة اللي حضراتك ذكرتها دي مش حالة فردية دي حالة نسبتها كبيرة جدا جدا بيبقى الخيار معه عندي كثير من الزوجات ما بين استقراري انا اللي انا بنيته سواء بنيته عن طريق الكرير بتاعي عن طريق ما احصل عليه من في جانب المادي وما بين حد بقى محتمل اهو ده اللي انا قلته ان هم في الاول خالص لو بنوا الجواز على ان انا لسنا اطراف خصومة ولكن نحن شيء واحد بقولهم ليه شيء واحد انتو خلاص كان زمان في تعبيرات لطيفة انا دمان مش بتندر على زمان لكن انا بتكلم على ده كان في التعبيرات اللطيفة ده عرضك ده لحمك ودمك فلما يجي يكلمها بيكلم شخص هو اللي بيتحركه والمودة والرحمة والرأفة والشفقة افترض طبعا لكن هو لما يضعها يضع وجهها للحائط لابد ان انا تعمل كده طبعا لكن هي في نفس الوقت البوست الحضارة التي ذكرته ده هو لما نجي نحلله مش بس بس انطريق الكونتينت اعنالس لأن نحلله تحليل اجتماعي هو بيقول ان احنا عندنا ظاهرة اسمها زواج التجربة ايه زواج التجربة احنا هنجرب بعض وديت ظاهرة من اسوأ الظاهرة الموجودة عنها هنجرب بعض والله ينفعنا اهل وسهل ما نفعناش هنفركش واصبح الجواز انا زي ما اقول حالك اسبح الجواز التقصير في ما كان يجب ان يفعل في الخطوبة بيجعل نفسية الخطوبة تسرق الى الجواز فإيه اللي حاصل فهم في الجواز كان هم مخطوبين كان هم مخطوبين لو ما نفعش خلاص ما نفعش زي بالزبط جواز او عندنا جواز بيزنس اذا انا ما حصلتش وهو ده تبقى الاسراف اللي حباك عارف ان انا ما بحبش لفظ الشركة بحب لفظ ان الجواز مولود جديد احنا هندخل شركة انا والله حققت الارباح بتاعتي والخسائر كانت قليلة مفيش عن فض الشرك فكل ده لازم نرعيه ان التحليل هزير بستاطة على قد ما هي كلام فردي لكن بيكشف عن عوار سببه في الحقيقة عدم انا دايما اقول كده لازم نتعلم وظائف الافعال الخطوبة ده فعل ليه وظيفة اذا انا ما عرفتش وظيفة الفعل ده هيقدي ذلك الى ايه دايما نقول فساد الدور بيؤدي الى دور الفساد اكيد لو في فساد الدور بيؤدي الى دور لو انت مش عارف ايه وظائف الخطوبة بخلص يبقى انت انت هتشد الشيء لك طبعا